موسيقى السلام عليكم في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله سوف ندر معكم ديسر صيفي رائع عبارة عن كريم كراميل بلا كريم شانتيه و بفواكه و في المور العجيب نبدأ بالمقادير و في الطريقة اول حاجة سوف نبدأ بها سوف نوجد الكراميل سوف نحتاج السكر و الماء و بالنسبة للمقادير المضبوطة سوف نجعلها لكم مكتوبة في صندوق الوصف من بعد ما توجد الكراميل سوف نضيفه في المور العجيب و سوف نجعله على جدد و بالنسبة للكريم كراميل سوف نفيض نصف طرو الحليب سوف نحتاج كذلك ثلاثة البيضات سوف نضيف عليهم سكر سوف نضيف عليهم السكر و بالنسبة للمقادير سوف نجعلها مكتوبة في صندوق الوصف سوف نضيف كذلك مع القصيرة السائل و سوف نضيف سوف نضيف الحليب سوف نضيف الحليب سوف نضيفه على ثلاثة المراحل لكي لا يتمكن البيض سوف نستمر بشكل هذا حساسة لكمية الحليب سوف نضيفه و نضيفه الماء و نضيفه الماء و نضيفه الماء و سوف نضيفه الماء لفران سوف نضيفه ومن بعد ما تطيب الكريم كراميل هادي واحد الحيلة او لاي ناستيوس تنخليه في الفران من بعد ما تكون نطفين الفران تنحل الباب دي الفران وتنخلي ويشد راسه واحد العشرة دقيق لاحقاش الكريم كراميل تيكون فخجل بزيف الى زمولنا فى البلاسة غادي تهرس لينا من بعد ما تنزوله من الفران غادي نخليه فى تلاجة ليلة كاملة هو كل ما برد مزيان كل ما تيش دراسه وما تترش بعد ما دا سليلة كاملة هادا هو شكل ديالون بعد ما زولتوا من المول غادي ندوز باش نزينو غادي نحتاج لك خمشون تيب شكلات انا راه ديجا ديرا معكم فيديو على طريقة تحضر لك خمشون تيب شكلات غادي نخلي لكم الرابط للفيديو فى صندوق الوصف انا هنا غادي نستعمل الجيب الحلواني ممكن تستعملوا اي سباتيول عندكم ولا اي معلقة مش شرط الجيب الحلواني وبالنسبة للفواكه اللي غادي نستعمل غادي نحتاج للكيوي النكتاغين وليميوخ وبالنسبة لإختيال الفواكه را تبقى على حسب الرغباء دي لكل واحد غادي نستمر بهذا الشكل هادا حتى ننسى للزين ديالا كريم كراميل هذا هو الشكل النهائي ديال كريم كراميل اليوم نتمنى الفيديو يكون حشبكم شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر